بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أين تعتد المتوفى عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها هل تعتد في بيته بيت الزوج أو في بيت أهلها أو في بيتها إذا كان لها بيت خاص سيبين رحمه الله ذلك هنا عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني قال تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر أن سائي وابن ماجه إرسال عثمان هذا الحديث فيه أن خرج في طلب أعبد له مملوء ممالك فأدركهم وتسلطوا عليه وقتلوه فجاء خبره ونعيه إلى زوجته فاعتدت عدة الوفاة في البيت الذي جاء الخبر وهي فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن المتوفى عنها تعتد في البيت الذي يتيسر لها وتأمن فيه على نفسها نعم قالت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شعني قال تحولي ثم قال أمر بي فدعيت فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله نعم كما مر أن المتوفى عنها تعتد في البيت الذي أتاها نعي زوجها وهي فيه ولا تتحول عنه إلا لعذر شرعي يبيح له التحول نعم وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراء رواه النسائي وأبو داود كانوا في الأول تعتد المتوفى عنها في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حولا كاملا تعتد فيه حولا كاملا ثم نسخ ذلك في أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده فالمتوفى عنها تعتد في البيت التي أتاها نعي زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرة أيام هذا ما استقر عليه الأمر في الأخير بدل أن تعتد حولا كاملا نعم باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها المبتوتة هي المطلقة البائن المطلقة البائن يقال لها مبتوتة أما المطلقة التي لها حق لزوجها عليها حق الرجعة فهذه تعتد في بيت الزوجية نعم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنا ولا نفقة رواه أحمد ومسلم وفي رواية عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي رواه مسلم نعم هذا فيه أن المطلقة المبتوتة يعني التي لا رأى رجعة لزوجها عليها أنها تعتد حيث شاءت بما يتيسر لها وتأمن فيه على نفسها نعم طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة لأنها مبتوتة ليست رجعية الرجعية لها السكنا ولاها النفقة أما المبتوتة فإنها ليس لها على مطلقها سكنا ولا نفقة نعم وعن عروة ابن الزبير أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك متفق عليه وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيفة على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داود وابن معجة وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم والنسائي هذا كما سبق مذكرنا أنها إذا خافت على أن الأصل أنها تعتد في المكان الذي طلقت وهي فيه إلا أن تخاف على نفسها من ذلك المكان فإن لها أن تتحول إلى مكان تأمن فيه على نفسها وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقة فأخذ الأسود ابن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت رواه مسلم نعم لا نترك سنة نبينا يقول عمر لا نترك سنة نبينا في أن المطلقة المبتوتة لها السكنة مدة العدة يقول عمر هذه هي السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة بنت قيس أنها تتحول عن هذا البيت إذا شاعت قصوصا إذا لم تأمن على نفسها أنها تتحول وعمر يقول لا نحن على سنة نبينا في أنها تبقى في بيت الزوجية نعم وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال أرسل مروان قبيصة ابن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص ابن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياشا ابن أبي ربيعة والحارثة ابن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها نفقه إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله فقال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولم يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فأي أمر يحدث بعد الثلاث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعنى يعني أن المطلقة إذا كانت رجعية فلها السكنة مدة العدة على المطلق لها وأما إذا كانت مبتوتة لا رجعة لها أو لا رجعة لزوجها عليها فإنها ليس لها السكنة على مطلقها نعم لا نفقة لك إلا أن تكون حاملا يعني الحامل مستثناء الحامل الحامل نعم لأجل الحامل ما هو لها والنفقة للحمل لا لها من أجله نعم باب النفقة والسكنة للمعتدة الرجعية عن فاطمة بن تقيس أما المطلقة الرجعية التي لزوجها الرجعة عليها ما دامت في العدة فلها السكنة والنفقة لأن علاقة الزوجية ما زالت عليها نعم عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنة فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه أحمد والنساء وفي لفظ إنما النفقة والسكنة للمرأة على زوجها على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة رواه أحمد نعم هذا فيه تفصيل أن المطلقة إن كانت رجعية فلها النفقة على المطلق مدة العدة لأن أثار النفاق ما زالت باقية عليها وأما المطلقة البائن وتسمى المبتوتة فهذه ليس لها على المطلق لا نفقة ولا رجعة له عليها نعم وفقكم الله شيخ الرجعية هل لها أن تخرج من بيت زوجها وتجز عند أهليها مدة العدة أو تبقى في البيت مخيرة مخيرة هي نعم لكن لو طلبها بالبقاء ليست بملزمة لو أصر قال تبقين عند أولادك مثلا تلزم تلزم إذا كان إذا كان في خروجها وهي رجعية إذا كان في خروجها أثى تأثير على الأولاد وعلى فإنها تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها ولي زوجها أن يراجعها ما دامت في العدة نعم باب استبراء الأمة إذا ملكت نعم إذا دخلت في ملك مالك جديد إما بإرث أو نحوه فإن سيدها لا يقربها حتى استبرئ رحمها أن لا يكون لها لأن لا يكون فيه ولد من المفارق من زوجها المفارق نعم وذلك بمرور حيضة إذا مرت حيضة فإنها ليست حاملا فتكون بائنا بهذا الطلق نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود قال في سبي أوطاس يعني غزوة أوطاس غزاهم المسلمون فانتصروا انتصر المسلمون عليهم وصاروا في ملك المسلمين سبيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة وذلك استبراء لرحمها لألا تكون حاملا من مالكها الأول وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطات فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبرة كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له رواه أحمد ومسلم وأبو داود أما أبو داود الطيالسي فقال كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له وامرأة مجح المجح هي الحامل المقرب اقتربت ونادتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقى عنا رجل على امرأة وحملها لغيره رواه أحمد هذا في تحريم أن الحامل إذا وقعت في السبي أنها توطأ حتى تضع حملها فلا يقربها من وقعت في ملكه حتى تضع حملها تخرج به من الاستبرأ وعن رويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها نعم هذا فيه أن من حدث له ملكية على شبي من النساء أنه لا يطعها ولا يطربها حتى يستبرئها لأن لا تكون حاملا ممن كانت تحت يده قبل السبي هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره يسقي ماءه يعني بمعنى الجماع ماءه يعني ماء الجماع يسقيه ولد غيره يعني الحمل الذي في بطن الموطوع هذا فيه بيان الحكمة من السبراء الإماء لألا يسقي ماءه زرع غيره وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض رواه أحمد ومفهومه أن البكرة لا تستبرأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض رواه أحمد ومفهومه أن البكرة لا تستبرأ نعم مفهومه مفهوم الحديث أن البكر التي لم يسبق لم يسبق أن تسري بها أنها لا تستبرأ لا حاجة إلى الاستبرأ لرحمها نعم وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء حكاه البخاري في صحيحه ولا تستبرأ العذراء حكاه البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث عن علي ما الظاهر حمله على مثل ذلك فروا بريده رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد يعني إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا وكنت أبغض عليا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريده أتبغض عليا فقلت نعم فقال لا تبغض فإن له في الخمس أكثر من ذلك رواه أحمد والبخاري وفي رواية قال أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبيا قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه قال فبعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر فقلنا يا أبا الحسن ما هذا قال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي ووقعت بها قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض علي قلت نعم قال فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه قال فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي رواه أحمد نعم وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة والمراد بآل علي علي نفسه نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين